روح للجنة السياسات النقدية في الاجتماع الأول للقائم بعمل محافظ البنك المركزي أبقت على سعر الفايدة بالاقتراض والإيداع جاء قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه النهاردة الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 برئاسة السيد حسن عبد الله القائم بعمل محافظ البنك المركزي المصري ليبقي على سعر الفائدة في الإيداع والإقراض للمرة التانية على التوالي والثالثة خلال العام الجاري وده لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي أبقاها عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب كمان تم الإبقاء على سعر الاقتمان والخصم عند مستوى 11.75%